السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البتن قبل ما بدور بيديو تاناتا نهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسوله لي افضل صلاوات اليوم ان شاء الله رح نشارك معكم قراتان بالبطاطا والدجاج جي بزاف بنين ورافقته بواحد المرق اللي رح يخليه يجي مشمخ من الداخل وايضا رح يعطيه ضوق مختلف علي قراتان اللي مارفين نخدمهم اذن هذة الوصفة كما قد تكون سهلة وسريعة وبزاف بنينة خليكم بكم عروسها مع المقادر نبدو على بركة الله اول خطوة نجيبه طنجرة سبعا طنجرة ضغط ولا طنجرة عادية ندلو فيها شوية زيت نخليه الزيت تعنا تسخن ومبعد نجيبه اطراف الدجاج انا استعملت لهنا صدر الدجاج نقليه ومليح هذا الدجاج حتى نحمروه يعني حتى نتغير اللون انتاع الدجاج تعنا ويصبح اللون تعهو احمر كما كنت شوفوا انا رأي نقلب فيه على الوجه وطبعية الحال على نار متوسطة حوالي عشرين دقيقة وانا نقليه في هذك الدجاج اذن بهذه الطريقة لانا كما كنت شوفوا رأي تغير اللون تعهو الدجاج تعنا واصبح اللون تعهو احمر وكاوش راح نجيبه حبه تعبصل تكون توسطة في الحجم وراح نربيبها على هذك الدجاج تحبوا تقطعها مربعات صغيرة هذا يرجع لكم ولكن من الاحسن تربيوها احسن واحسن ومن بعد هنا راح ننقليه شوية هذك البصلة مع الله الدجاج ونجيبه سنة انتع الثوم يعني دلو سنة ولا زوج ونقليه مليح هذك البصل والدجاج ايضا لمدة عشر دقائق اخرى شوفوا هنا الدجاج تعنا كفرها وتغير لون تعهو احمر يعني اونديري راح نقليه هكا نخليهم يتقليه شوية وبعد نروح ننضيفه التوابل بالنسبة للتوابل اللي نحتاجوها عندي اللي هنا فلفل لكحل زنجبيل عندي راس لحانوت فلفل احمر وعندي كسبر والملح ونضيفهم ايضا لذك الدجاج واللبصل والثوم ونزيد ونقليه مليح هذك البصلة مع هذك التوابل ونبعد نجيبه لهنا السر اللي راح يزيد يعطيها بنا اكثر واكثر اللي هي لمطارد حوالي نصف ملعقتها اكل ونزيده ايضا نخلطه جيد لذك المكونات ننضيفه ايضا ملعقتها اعطماطم مصبرة ونزيد ونقليه هذاني مليح باش نحول هذك الاسي ديتي اللي هنا انا راح نضيف شوية فقط على الماء حوالي نصف كاس او ربع كاس على الماء ونخليها تكمل تقلط مليح عندي ايضا لذان هنا زيتون اخضر منقطع شرائح اذا عندكم استعملوا ما عندكمش ميهمش مش شرط ونخليها تقلط لمدة عشرين دقيقة واللي هناك نشوفه شربت هذك السوائل نجيوله هنا انمرقه تمرقه بالماء سخون ولا برد كما تحبوا لانه الدجاج ما تخافوش المهم لازم تغمروا هذك الدجاج حتى نغطي هذك الدجاج بالماء هكا ورح نغطي عليها ونخليها على نار قليلة حتى نطبي ان هذك الدجاج والزيتون والمرقه تعنا يبدأ يخثار ونطفي عليها النار اللي هنا كما تشوفوا بعدما المرقه تعنا اخثار ونقص والدجاج تعنا ايضا نراه طائب وكوش راح نديره راح ننحيو هذك الدجاج نحطوه في صحن على جهه ونخليه يبرد باش منبعدها راح نفتوه اللي هنا باش نفتوه السر تحذل القراتنتي اليوم هو هذ المرق الأحمر هو اللي راح يعطيه بالنو ويخليه يجي مشمخ بعدما نحينا هذك الدجاج تعنا نخليه يبرد ومبعد راح نفتوه ونخليه يبرد على جهه منبعد اللي هنا عندي حوالي راح حباتنا الباطاطا المهم اللي هنا بالنسبة للباطاطا ترجع الكمييتها حسب بعد افراد العائلة بعدما قشرناها وغسلناها نقطعها مبتدي مربعات صغيرة ومنبعد نجيبوا مقلندر وفيها شوية زيت ونحطوا الباطاطا تعنا بطبيعة الحال بعدما ضفنا لها الملح ونخليوها الطيب طيبت الباطاطا تعيه إلى ثلاث دفوعات ومنبعد اللي هنا كما كنت شوه الدجاجة ذكراني فتتو بهذه الطريقة هاكو ومنبعد اللي هنا راح نروحو نخدمو المرق اللي راح نطيبوه فيه القراتان تعنا المرق هذك اللي يقول لكم خبيته فيه الزيتون وكلش خليته برد باش مبعد كان ضيف له البيض ميتة بلنا شارك البيض وضفت له اللي هنا فتحبات انت على البيض هكو ونخلطهم ملح حاولوا تدلوه في ريسيبيون تكون واسعة شوية باش تسهل لكم العملية منبعد اللي هنا جبت فرماج طارتيليس هذا من مجموعة باتنا تشيز اللي قد تكون ماخدوهم بثلاثة أجبان ماخدوهم بالقودا والشيدار والقرويير وبزاف بنين ملح لساندويتش للطهي وللطبخ ندر ايضا زوج ملاقي يكونوا كبار فيلك الاسوس ونخلط ملح تحبوه تدلوه بالبراميكسر تحبوه بالفرشيطة كيما انا كي حالتي نورمان ما يهمش انو الفرماج اذا ما بعدها راهو كين طيب والقراتين تعنا راح يطعبوه منبعد اللي هنا وش راح نديروه هذك المرق تعنا بعد ما خلطناه نجيو اللي هنا نضيفه المرق على هذك الدجاج والباطاطا طبيعة الحال الزيت ونهذاك اللي كان في المرق ايضا انا مرمي يناهش ضفته ونبعد اللي هنا نجيو ونخلطه لقراتها من الفوق للتحت بهذه الطريقة اذن هكا نخلطه لازم هذك الباطاطا كامل تتشمخ بهذاك المرق او هذك الخليط اللي ضفنا له او المرق هذك اللي ضفنا له البيض وذكا راح نسويها ونبعد نجيبوه فرماج رابي اي فرماج كان عندكم في البيت تقدروا استعملوه ما عندكمش موش شرط ايضا غير اجباري بعد نفوتها الفرن على 180 درجة تحبوا الفرماج تاكم يذوبلكم غطيوه الفوق بالاليمينيوم فوتوها الفرن شاريوها من تحتها كيتشوفوها المرق هذك الصق لانه فيه البيض كيتشوفوها حكا مرحوك شاريوها من الفوق باش يحمرنا نحيو الاليمينيوم باش يحمرنا هذك الفرماج وهذه هي النتجة الاخيرة بعد ما قسمتها لكم طبيعة الحال خديوها تبرد شوية باش تحكم رحم بعد كيت قسموها كل الطرف يجي وحده والله العظيم غير هذة الوصفة رح تولي ومودمينين عليها جربوها وخليولي ارأكم فالتعليقات اذا وصلنا نهاية هذ الفيديو انا رح اقسم لكم باش تشوفو كفاجة للداخل اذا عاشتكم على الفيديو تانتا انهاليو معلكم الى كثير من اللي جام تقومونتو لي اسفل الفيديو واذا عاشتكم بقناتي معلكم الى دلو اشتراك ولا اابوني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الدرس باش وصلكم كل جديد دعم اقالي اقلكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش دعموني في الانستجرام ليكم تشوفي اسفل الشاشة تلقوا فيه بزف وصفات طالوا في روحكم وصلام